يحتفل نادي الدم والذهب الترجي الغالي اليوم لحد الخامس عشر من جانفي بمرور مئة واربع عاما على تأسيسه على خلوده وعلى وجوده وعلى بقائه وعلى فرحته وعلى جماهيره يدخل فريق باب السويق سنة جديدة من مسيرته وبنفس الاهداف طبعا هي حصد الالقاب الصيد الثمين للالقاب في مختلف الاختصاصات والبحث عن استعادة الصدارة الافريقية والتي ابتعدت عنده منذ العام 2019 كل عام وأنتم بخير كل عام ونحن بخير كل عام وترجي الغالي وعشاقه بألف ألف خير وصحة وعافية إن شاء الله ديم الترجي القدام شيخ الأندية التونسية فهو الترجي الغالي والامكشخة فريق الدم والذهب هولو إفريقيا وتعددت فيه الأسماء من محب النادي على مدى مرور قرن كامل وبكل فخر شيخ وعميد الأندية التونسية نادي نحط تاريخا شامخا عابرا للعصور والأزمان وهذا وبالأساس عودوا إلى الأجيال المغلصة والتي تعقبت عليه وخلدت أسماءها بأحرف من ذا ودعنا نستذكر أول هيئة مديرة للنادي التي تكونت أول هيئة مديرة لها من قيادة محمد المالك رئيس النادي ومحمد الهنتاتي نائب رئيس وكذلك تبعام عيلال الرقيق والعروس بن عصمان من مال والهادي القلال من مال مساعد ومحمد الزواوي عضو في الهيئة المديرة وكذلك النوري منوب عضو في الهيئة المديرة وذلك حين كان الأبيض والأخضر هي الألوان التي ميزت فريق الترجي خلال سنته الأولى من تأسيسه فقد كان لون القميص بيضا يتخلى له لون الأخضر على مستوى اليدين مع تبان الأسود وفي العام الفين وتسعمائة وعشرون تقمص الفريق الزي الأحمر والأصفر وهو الزي الذي ياتى به الدكتور الشاذلي زويتن عند انضمامه إلى هيئة دارة الترجي أما الأزياء فهي كانت ملك الشاذلي زويتن التي تحصل عليها إذ رحل فريق نادي كرة القدم بتونس الذي كان مشرفا عليه وتم اقتسام ممتلكاته من طرف مسيريه وكان نصيب الشاذلي زويتن على زياء الرياضية الحمراء والصفراء وكانت هاتي إلى خير أحسن من أزياء الترجي البيضاء والخضراء وخاصة في فصل الشتاء البرن وأصبحت منذ ذلك الحين الأزياء والألوان الرسمية للترجي ودعنا نسترجع ذكريات أول تشكيلة في تاريخ الترجي العريق الحبيب الترابلسي حارسا للمرمى محمد الزواوي ظهير أيمن حسن بودربالة ظهير أيسر أما على محورات دفاع التهر الزواري وعثمان بن سلطان وفي وسط ميدان الدفاع الهادي القلال وكذ جناح نايمن حسين بودربالة وفي وسط ميدان أيمن التهر بن لبيض وقلبا لهجوم محمد الزواوي وسط ميدان أيسر علالة القايجي وكجناح أيسر الهادي بن عمار وفيما كان الاحتاطيون كلا من الصادق باش بواب وعبد الحميد التبربي والشريف بودربالة الالتحاق كان بالقسم الأول الترجي كان فيه منذ 1936 بقيادة المدرب وقت ذاك حمادي بن غشام الذي لم يغادر وابدا وساهم في هذا الانجاز كل من اللعبون الآتي ذكرهم محسن القليبي لاروسي أتسوري الكافي بالرابح الرياحي اللرقش بن غشام خلفة بالعربي الشريف بن غازي لحلايبي عبد السمد المدب القطوسي وتحصل الترجي على البطولة لسنة 1942 وتمكن بفضل من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا في الموسم 1943-44 ضد فريق جزائري وتمت إضافة كلمة التونسي بهذه المناسبة ليصير بذلك اسم الفريق الترجي الرياضي التونسي منذ تاريخ التاسيس ترجمة نانسي قنقر